السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا جايب لكم بقى النهاردة طريقة عمل البسبوسة حلوة جدا ولونها الذهبي وطرية وطحفة بجد زي ما انت شايفين كده انا عندي هنا دي سميت حطيت عليه كوباية جوز هند وحطيت عليهم بيكين بودر معلقة بيكين بودر بصوا بقلبهم كويس جدا طبعا ما فيوش سكر السايب ده ما بيبقاش فيه سكر انا بنتي دلوقتي عملها تضحك عشان هي جوز هند ولا جوز الهند احنا اختلفنا من الاتنين فاللي يعرف بقى يقولي انا اللي انا هم بتعودة عليها جوز الهند هي بتقولي جوز هند زي ما انت شايفين كده انا حطيت كوباية سكر وحطيت كوباية مية بصوا هي مشيت عشان ايه عملها تضحك اول ما تدي اللون ده من الجناب كده هقلبها انا ما قلبتهاش خالص اول ما حطيت السكر وحطيت المية ما جتش جنبها خالص غير لما ايه تدي اللون ده من الجوانب هقلبها وبعد كده ايه هحط زبدة زي ما انت شايفين كده معلقتين زبدة كبار يعني بقلبهم كويس جدا ده زبدة بلدي وهحطي كمان معلقة قشطة لو عندك القشطة اللي قشطة اللبن عادي تحطيها انا حطيت معلقة صغيرة يعني معلقة حلوة اللي عندي لو مش عندك ممكن تحطي كبات زبادي بخلطهم كويس جدا واول ما يسيحوا خالص هحط كبات مية زي ما انت شايفين كده هقلبهم كويس جدا وبعد كده هحط دي سمي عشان ياخد اللون انا كده بصوا بقلب بالراحة يعني مش بقلبها جامل عندي صانية بحط فيها زبدة كتير وبعد كده هحط الخليط عندك بقى عند جمال لوز بندق بتبقى تحفة في البندق البندق بتبقى خطيرة فانا عندي عند جمال حطيت قلت بقى اي حاجة وخلاص وكمان ممكن تحطي صدين هدخلها بقى الفرن واول ما تطلع هورها لكم بصوا هنا بقى شكلها بعد ما طلعت من الفرن بقيت شكلها تحفة ولونها جميل جدا هحط بقى الشربات بتاعها سخنة اول ما تطلع من الفرن على طول وبعد كده لازم تهزها شوية كده عشان تشرب كل البسبوسة هغطيها بقى بالورق الفويل بحيث ان ايه اول ما تبرد هقطحها ما ينفعش هقطحها دلوقتي خالص عشان تبقى خرطة كده حلوة بصوا اول بقى ما بردت طلعتها انا كنت طبعا عاملها قبل الفطار فاسبتها لحد بعد الفطار كمان سبتها فترة طويلة بصوا عاملها زي بجد تحفة تحفة حلوة جدا بتمنى بجد تجربوها ان شاء الله هتعجبكم يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبك اشتركوا في القناة